لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من جهة اخرى الان الان الكير يسألوا ما هي الصفقة ما هي الصفقة التي جرت الصفقة التي جرت هي ان العصابة عادت 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 بقوة الجيش محتاج الشنقريحة محتاج الى توفيق محتاج الى رجال العصابة القديمة محتاج الخالد نزار محتاج في هذه المرحلة لترطيب بيت الداخني وفق رؤية جديدة في ظل المسار الامقلابي على مسار القايد صار لاحظوا نزار يكره القايد صار وكان معادي القايد صار عادة القايد صار توفيق عادة القايد صار آنح كلهم اللوبيهات التي تعادي القايد صار رجعوا الى مناصبهم وفرج عنهم بل الاكثر من ذلك ما حدث داخل المؤسسة العسكرية ما قام به شنقريحة فكت كل فكت كل الشخصيات اللي كان معينها والمسؤولين اللي كان معينها من قايد صار من لم يذهب الى السجن ذهب الى التقاعد وهناك من تعرضوا الى ما يشبه الاهانة جنرال عاطين له حتى مكتب في وزارة الدفاع ما كانش يروح يدور 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 ويروح يروح يروح لداره حيان يقعد في البركينج بسيارته ما عنده حتى ينتظر في يعطولك وقت يروح يروح لداره واللي روحوا واللي دازجوا بهم في السجن واللي ما رهم يخضعوا الى التحقيقات القضائية والقضية ليست هكذا فقط المعروف في المؤسسة العسكرية ان المسؤول الجديد لما يجي ينحي ويجيب رجاله ولكن انه يلجأ الى فتح تحقيقات والزج بالسجون اللي من سبقه فالقضية لا تتعلق بمسؤول جديد يضع الرجال اللي يثق فيهم بل القضية تتعلق بتفكيك مشروع كان قائم وهذا المشروع اللي كان قائم ليس في جانبه العسكري فقط بل ايضا في جانبه السياسي فالقيد صالح عنده بصمات في المؤسسة العسكرية كمسؤول عسكري وايضا عنده بصمات قوية في المشهد السياسي وخاصة في مرحلة ما بعد الحركة شعبي ما بعد 22 فبري 2019 ايضا اخواني الكرام ان القضية ليست على ما يرام ليست تبرئ وفقا لملف فارغ كما يقول لا لا ابدا ولا هي تهمة مفبركة كما قال ترتاق من طرف شخص واحد يقصد الجايد صالح ولا اصلا حتى الاتهامات وجهت الى خطاب الجايد صالح الذي قرر فيه تطبيق المادة 102 واعتبرها ترتاق من هناك بدأت المؤامرة اذا على القضية راهي صراع ما بين مشروعين مشروع كان يمثل جايد صالح راح وضعف وتهالك ومشروع جديد يمثل شنغ ريحة واللي معاه هذا المشروع الجديد يتماهى مع الدولة العميقة التي كانت قائمة في عهد بوتفليقة والتي صارت قائمة الآن في عهد تبون الذي لم يعد له اي سلط واي قرار مجرد واجهة مدنية رئاسية يتحرك وفق ما يراد له في المؤسسة العسكرية هذا هو الظاهر خليه يثبت العكس خليه يتخذ قرارات تجاه بعض المسؤولين العسكريين لغيرهم بل ان كل القرارات التي اتخذت سابقا هي قرارة شنغريحة ويوافق عليها رئيس الجمهورية ولا يستطيع ابدا ان يغير هذا او ذات حقيقة ان تغيير رئيس المسؤولين في المؤسسة العسكرية يأتي من مبادرة من الرئيس ولكن بعد مصاورة المسؤولين وهم الذين يعرفون بعضهم بعضهم الذين يعرفون مؤسسة العسكرية في الداخل ولكن الذي حدث في الاول كنا نظن الامر كذلك ولكن بعدما تم استهداف محيط القايد صار فالقضية لم تكن تتعلق بتغييرات عادية ايا كل مسؤوليجي ديها بل ان القضية تتعلق بتصفية حسابات مع مشروع كان قائم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله